أخي وزميلي الذي أعتز به دائما أستاذ خالد جهاد المحمد من إسرة معروفة من كبار إسر قبيلة محمد أنا أعتز به كزميل وكصديق وأعتز بحضوره ومشاركته معي في رحلات كثيرة حضوره لم يكن يوم من الأيام حضوره سلبي مجرد ما استمت بل له اهتمامه الكبير بالقصص وله ملاحظاته والآن له ملاحظة وسؤالي وجهه للشيخ متعب بن ناهي بالمعهود حول هذه القصص المتداولة يا قرى دكتور عبدالزاب وأنا كذلك أتشرف فيك وأعتز به بالنسبة للسؤال طيب عمرك بنايف لماذا بعض القصص اللي نسمعها من كثير من الرواب وبعض القصص المشهورة والمعروفة الكل ينسب هذه القصة له أو لقبيلته وهو مسبب اشكال كثير يعني بين المتبالي الحديقة هي أستاذ خالب بن جهاد محمدي أحد أسلوها الوجيه لكن القصص قصص عمرك اللي كل قبيلة تنسبها لها كل قبيلة عندها قصص ويختلفون الواية فيها ويختلفون الروات فيها وكل قبيلة تعتقد أنها قصة لها فهذا مما سبب ارتباس في هذا الشجل والرواه يختلفون يعني أشياء بعضهم قد يجوز أن يتأكد من القصة وبعضهم قد يجوز أن يسمعها من شخص ما سمعها زين أو ما رواها زين الرواه يرواها له فهذه من الأشياء التي ترتبس على بعض الرواهه والقبائل ولكن كل قبيلة بها حدها مرجاله وبها لها قصص المجيدة ولها قصص العزيزة وكل قبيلة النعم فيها فهذا السبب يعني أنها بعض الرواه قد يجوز أنهم ما أخذوها من منشأ يعني صحيح أو مصدر موثوب فيه ولكن كل قبيلة لها قصصها ما بشكل لها قصصها العريقة المجيدة ونعم بكل قبائل أحسنت أبا نائف وأحسنت السؤال أبا جهاد موسيقى 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 موسيقى